دولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار اسم المؤلف الدكتور خليل إنالجيك بصوت محمد مسد إنها رحلة عبر آلة الزمن تأخذك نحو القرن الرابع عشر في دولة حدودية صغيرة في الأناضول هناك حيث بدأت قصة الدولة العثمانية تدريجياً بدأت بالتوسع عبر إخضاع الإمارات البيزنطية في الأناضول والبلقان وحتى ضم الأراضي العربية لها إلى أن أصبحت القوة المهيمنة في العالم بفضل توسعها هذا إذ كانت مثالاً للدولة الإسلامية المتطورة في الشرق الأدنى إلا أن هذا الحال لم يدوم لها حيث فشلت في التكيف ومواكبة التطور حتى رضخت للتأثير الأوروبي سياسياً واقتصادياً مما آل إلى زوالها لكن لكل من يحب التاريخ إليكم تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار قيام الدولة العثمانية ساهمت الحملات المغولية المدمرة ضد المشرق الإسلامي بهجرة زعماء الغزو والقبائل التركمانية إلى الأراضي الحدودية ما بين دولة السلاجقة والبيزنطيين في أراضي اقتطعتها من بيزنطة شكلت هذه المناطق المأوى للشخصيات السياسية الفارة من الظلم المغولي إذ تمكنوا من إقامة الإمارات المستقلة فيها واستطاعوا كغزاة التسلل إلى الأراضي غرب الأنضول وكان بينهم الغازي عثمان الأول الذي تمكن من هزيمة الإمبراطور البيزنطي حينها فتجمع الغزاة بعدها تحت لوائه ورفع راية الجهاد لإخضاع الأنضول والبلقان للدولة العثمانية وبدأ قيام الدولة العثمانية تمكن الغزاة من إقامة الإمارات العثمانية في الأراضي التي أخضعوها غرب الأنضول وتحولت كل واحدة منها إلى سلطنة يقوم حكمها وحضارتها على الشريعة الإسلامية فاتبعوا شريعة الجهاد في سبيل توسيع الأراضي العثمانية لكن البيزنطيين كانوا يحولون دون حدوث هذا التوسع إلا أن الأحداث توالت لصالح العثمانيين بإحرازهم للنصر فقد ساعد الصراع بين البيزنطيين على العرش في إمارة قرسي على توغل العثمانيين في السياسة البيزنطية واستقدام قواتها من الأنضول حتى تمكنوا من توطيد وجودهم في أوروبا بقيادة سليمان بن أورخان الذي نقل المسلمين من الأنضول إلى أوروبا لتأكيد الوجود العثماني فيها أدت الوفاة المفاجئة لسليمان إلى تزعزع الأوضاع في الأراضي التي كانت تحت سيطرته فتمكن مراد بن سليمان من السيطرة على مدينة تراقيا وضمها للأراضي العثمانية وتوطين الأتراك في المناطق المفتوحة فيها وجعل منها أساساً لتوسع العثمانيين في أوروبا وسيطر العثمانيون بعد ذلك على الطرق الرئيسية في شبه جزيرة البلقان وطبقوا سياسة التوطين فيها على نحو ساعدهم على التغلغل فيها وفرض سيادتهم عليها كما بايع حكامها العثمانيين على السيادة بالتزامن مع الاضطرابات الداخلية وضعف السلطة المركزية فيها فسهل ذلك عليهم فتحها وأقاموا فيها حكماً مركزياً أنصف الفلاحين الذين شكلوا قوة دعم للعثمانيين في توسعهم وامتاز العثمانيون بثباتهم على سياسة واحدة فأنشأوا الجيش الانكشاري أول جيوش أوروبا النظامية لفرض هذه السياسة مرحلة توسع وازدهار الوجود العثمانية كانت السيادة العثمانية في المناطق المفتوحة في البلقان تعمل على إحداث تغير وتطور تدريجي بحيث تضم الصفوف فيها لصالح العثمانيين فكسبوا دعم الفلاحين لصالحهم وكانوا يظهرون التسامح مع الأفراد من الديانة المسيحية ويضمون العسكريين فيها إلى صفوفهم ويعفونهم من الضرائب الأمر الذي أسهم في تغلغلها السريع في أراضي البلقان وبرزت القوة العثمانية في القرن الرابع عشر فلم تكن هناك دولة أخرى تضاهي قوتها ومساحتها عقب تمرد الأمراء المحليين في الإمارات العثمانية بعهد بيزيد الأول اتخذ السلطان قراراً بطردهم وإنشاء إمبراطورية عثمانية بحكومة مركزية تتحمل المسئولية المباشرة في حماية أراضيها الممتدة من الدانوب إلى الفرات بعد فشل محاولات السلطان بيزيد في إنشاء الإمبراطورية العثمانية وجعل القسطنطينية عاصمتها تمكن محمد بن بيزيد من توطيد سلطة الدولة في الأناضول وتوحيد الصف العثمانية وأنشأ حكومتها المركزية فكانت القوات الانكشارية تشكل عامل قوة في مصلحة السيادة العثمانية يدعمونهم ضد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة